أخي الخليجي، أختي الخليجية، مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك، إن كنت قد آمنت بالمسيح أو لازلت تبحث عن الحق، أنت لست وحدك. مشاهدين الكرام سلام ونعمة، نحييكم ونقدم لكم حلقة يديدة من برنامج أؤمن ولكن، وصلتنا رسالة من الأخ أحمد يشاركنا فيها بعض التحديات التي تواجهها وتواجهنا كلنا كمؤمنين من خلفية إسلامية، خلينا نشوف المشكلة مع بعض. أخونا يقول المشكلة اللي عندي يمكن أن البعض منكم يشوف أنها مشكلة بسيطة لكنها بالنسبة لي مشكلة وايد كبيرة وصارت تتسبب لي يوم بعد يوم بضغط عصبي ونفسي أنا كنت مسلم ملتزم من الناحية الدينية وما أطوب فرض كنت أصوم وصلي وزكي لكن قبل كمين سنة أشكر الله أني عرفت المسيح وسلمت حياتي كنت عايش مع الرب يسوع كل جوارحي لكن شوية شوية لقيت روحي طايح في مشكلة أبداً ومبسهلة لقيت روحي مجبور بكل يوم وبكل وقت أمثل أني مسلم بعد ما بقى أي مسلم لا مسلم متدين نفس ما كنت زمان يعني صرت مجبور غصباً عني أني أجاري أبوي وأخواني أني أروح معهم حق المسجد كذا مرة في اليوم وأمثل أني جالس أصلي معهم ومجبور نفس الشيء أني أشاركهم بكل مناسبة مناسباتهم الدينية وترى حتى المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والأزيات وغيرها الدين هو جزء منها بشكل أو بآخر الضغط النفس اللي أنا عايش فيه مستمر في البيت وبرة البيت يعني مثلاً في الدوام بكون مجبور أروح أصلي مع ربعي صلاة الظهر وصلاة العصر كيف أعرف أتعامل مع هاي المشكلة؟ شكراً أخي مشكلتك مية بسيطة بالعكس هي من المشاكل الكبيرة اللي تواجهنا كلنا أنت تحب الرب يسوع تتبعه من كل غلبك لكنك تعيش في مجتمع ما يعرفه بعد لكي تشعر عليك التأغلم مع هذا الوضع اللي يحد حريتك ويفرض عليك الكثير من الضغوط الأمور الحياتية اللي نعتبرها مسلمات تحول إلى تحديات كبيرة ومحيرة في نفس الوقت لكن بنعمة الله لها حل خلينا نصلي ونطلب رشاد الله ومعونته خلينا نصلي مع بعضه نشكرك يا لنا الصالح نباركك نمجدك يا رب يا رب نضع هنا أحمد بين يديك يا رب أنت اللي تعامل معا أنت تكون معايا لنا الصالح يا رب أنت اللي تعطي قوة يا رب عشان ما ينكر قدم الآخرين يا رب أيضا أنت تهيئ القلوب الآخرين تعطيه نعمة في عيونهم ويا رب تعامل معاهم أيضا عشان يعرفون شخصك باسم المسيح آمين آمين رح نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الخامس أعداد من 13 إلى 16 أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجنا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل ولا يغدون سراجا ويضعناه تحت المكيال بل على المنارة فيضيئ لجميع الذين في البيت فليضيئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسن ومجد أباكم الذي في السماوات يصف الرب يسوع هني المؤمنين بالصبتين الأولى ملح الأرض والثانية نور العالم كان ولا يزال الملح يستخدم لعدة أشياء ومنها حظ الطعام من الفساد وإعطاء مذاق مختلف للطعام مثل ما يستخدم في تطهير الجروح وفي كل بيت نجد رف مرفوع مثبت في الحائط يوضع عليه المصباح ينير لمن هم في البيت ورح تلاقي أخي في هذه الآيات اللي يساعدك على التعامل مع التحديات اللي تواجهك فالمؤمن يقدر أن يكون مؤثر في المجتمع المحيط فيه دون أن يتكلم فبحضور الله داخلك تصبح غناة توصل النور للعالم وبالغدر اللي تحب وتهتم وتساعد وتضحي عشان الآخرين تصبح ملح مؤثر يحفظ المجتمع من الفساد يبقى السؤال شلون أتصرف بشكل عملي وأتعايش مع الواقع اليومي يمكنك أن تتعامل مع التحديات اليومية اللي تواجهك بمفاهيم جديدة فعندما تقوم للصلاة مع أصدقائك كن مبتهج اقتنم هذه الفرصة وصلي لأجل حضور الله في المكان ولأجل كل من حولك فهو يبيك أن تأتي بحضوره في كل مكان تتواجد فيه فالكتاب المغدس يعلن أن كل مكان تدوى سبطون أقدامكم يكون لكم لا تشعر بالضيغ بسبب ممارستك طريقة معينة في الصلاة فلا يهم كيف تصلي المهم لمن تصلي هذا أهم شيء أنك أنت تدري تصلي للإله الحق إذا اضطرتك الظروب للذهاب إلى مناسبات خاصة لا تفعل ذلك عن اضطرار بل طاعة لوصية الله القائلة فرحاً مع الفرحين وبكاءاً مع الباكين في هذه المناسبات يكون الإنسان أكثر قرب من الله ففي الفرح يدعون لعروسين بالتوفيق وفي الحزن يبحثون عن الرجاء اللي لا يجدونه رح يحاول بكل طرقة أن يخدعك ويشارك بأن يجب عليك الانسحاب والانعزال عن المجتمع لكن أصلي أنك ما تنخدع بهذا الأمر تواجد وصلي وثق في استجابة الله لصلاتك فحضورة داخلك راح يتلامس معهم لا تحرم من هذه الفرصة وراح تتعجب كم بذرة زرحها الله في حياة من حولك بسبب تأثيرها من خلالك يتيوم وينميها تكون نفس تقبله وتعلنه سيد على حياتها ابدأ يومك بغضاء وقت مع الله أبوك السماوي وصديقك الألصق من الأخ تحدث معه عن التحديات التي تواجهها وطلب برشاد وغيادته في التعامل معها اصغي له وقرأ كلمته وكلما اقتربت منه والتصغت فيه انعكس نوره وسلامه وفرحه فيك لكل من حولك حاول أن تجد مجموعة مؤمنين تنظم لهم وتشارك معاهم في الصلاة ودرس كلمة الله إذا ما توفر هذه الوسيلة يمكنك التواصل عن طريق الانترنت مع مواقع مسيحية تشاركك الصلاة حيث تصلي معاهم ويصلون لك أيضا تدرب على الحديث الإيجابي مع النفس فعندما نفكر بصورة إيجابية تبدأ مشاعرنا في التحول من مشاعر سلبية مدمرة على مشاعر إيجابية منتجة ومشجعة فكر في ما ربحته مقارن بما خسرته وراح تدرك ما نعني يقول لك أنت بروحك ما حد معك مش بسوي ويجيب لك شكوك وتذمر رب الماجي يقول لأنه تعلق بي ونجيه ورفاه لأنه عرف اسمي يقول للرب لأن أنا أنتي يا بنتي تعلقتي فيني أنا ما عايش دايما ما هو أنا في الضيق الرب معا المجتمع اللي تعيش فيه لا يدرك أنك أصبحت شخص آخر عشان تشذي توقع منك أن تكون مثلهم لا تكف عن الصلاة علشان عائلتك واصدقائك وربعك وبلدك ثق أن الرب ما راح يتركك في أي من المواقف الصعبة اللي يتعرض لها نرحب بجميع مشاركاتكم واختراحاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الظاهرة على الشاشة